إذا كان شخص ما يختنق يمكنك الوقوف خلفه ثم لف ذراعيك حول خصره ودفع قبضتك للأعلى مباشرة فوق سرته هذا التأثير المفاجئ يدفع الهواء بقوة من الرئتين إلى الأعلى في الحلق يتزايد الضغط مع تراكم الهواء خلف الطعام حتى يتم إزاحة الانسداد مما يفتح مجرى الهواء وعلى الرغم من أن هذه المحاولة قد تكون منقذة للحياة إلا أنها يمكن أن تسبب أيضا كسر الأضلاع وتكوين كدمات إذا جمعت كل المخاط الذي ينتجه جسمك طوال حياتك قد تظن أنه لن يتجاوز بضع غالونات لكن في الواقع تصنع أكثر من ربع غالون من المخاط يوميا لترطيب جهازك التنفسي وحبس المهيجات وإذا قمت بجمعه جميعا سيكون لديك أكثر من 6 ألاف غالون وهو ما يكفي لملء أكثر من 10 أحواض استحمام ساخنة بالمخاط قبل وفاتك مباشرة يشهد دماغك نشاطا مفاجئا يتسبب في حدوث نوع من الموجات الكهربائية هذه الموجات تنشط أجزاء من الدماغ مرتبطة بالذاكرة والوعي ويمكن أن تستمر هذه النشاطات لمدة تصل إلى دقيقتين بعد الموت ونظرا لعدم وجود سبب بيولوجي واضح لحدوث ذلك يعتقد بعض الباحثين أن الدماغ قد يكون معدا مسبقا للقيام بذلك مما يتيح لك فرصة لاسترجاع الذكريات لمرة أخيرة ترجمة نانسي قنقر